بعدما وجهت أوكرانيا الاثنين تهديدا جديدا من الانفصال في شرق الناطق باللغة الروسية أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن قوات الأمن الأوكرانية شنت صباحة رثاء عمليات لمكافحة الإرهاب في خاركيف وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية أن قوات الأمن أوقفت قرابة 70 انفصالي مواليا لروسيا كانوا يهاجمون مبنى تابعا للإدارة المحلية في خاركيف بشرق البلاد وكان نشطاء المولون لروسيا قد أعلنوا في مدن خاركيف ولوهانسك وميكولاييف ودونسك رغبتهم في الانفصال عن أوكرانيا حيث سيطروا على مباني حكومية وأنزلوا العلم الأوكراني ورفعوا محله العلم الروسي نأمل في ولائها أولئ الناس الذين يشاهدونني الآن لأننا لن نغادر هذا المكان حتى نحقق مطلب إجراء الاستفداء أمل أن تكون لدينا أوكرانيا محادة لكن كدولة اتحادية حكومة كييف انتقدت الاترابات التي يشهدها شرق البلاد وصفت بأنها خطة عادتها موسكو لتفكيك أوكرانيا في المقابل حذرت موسكو كييف من الوجوء إلى القوى ومن خطر حرب أهلية ترجمة نانسي قنقر